بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلاً ومرحباً طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي ومع الوحدة الثالثة ودرس القرية المنتجة قلت القرية طوال الأسابيع الثلاثة الماضية منشغلة ففيما انشغلت؟ انشغلت في تنفيذ حملة نظافة الشوارع حتى أصبحت شوارعها جميلة وفي المساء ذهب ونيس وأصدقائه إلى قصر الثقافة بالقرية فوجدوا الجد جالساً يقرأ في صحيفة فقال ونيس لقد نجح هؤلاء يا جدي في تنشيط حركة البيع في سوق القرية وذلك عندما عرضوا ما تنتجه الأسر المنتجة في السوق فقال الجد إن العمل القائم على التخطيط الجيد أساس النجاح وواجب على كل شاب أن يسعى في طلب العمل وأن يشتغل بالمشروعات الصغيرة والتي تصبح بفضل الله كبيرة يوماً ما قال شاكر إن سوق القرية تباع فيه هذه المنتجات المحلية التي شارك في صناعتها الشباب والأسر المنتجة واقترح شاكر أن يمتد بيع هذه المنتجات إلى المعارض التي تقام في المحافظة أو في القرى المجاورة أما زاهر فقد اقترح أن تعرض أنشطة طروحية وتثقيفية في يوم السوق وهنا قال ونيس يمكننا الاستفادة من الأعياد وأوقات جني المحاصيل الزراعية وشهور الإجازات في إقامة هذه الأسر فقال الجد سالم عليكم بتوزيع مطبوعات ونشرات للإعلان عن هذه الأنشطة وهنا قالت مريم سنشارك أنا وهدى في كتابة هذه المطبوعات كما سنعلن عن أنشطة السوق ومع الكلمة ومعناها ظلت استمرت تحلقنا جلسنا على شكل حلقة عرض أظهر يسعى يجتهد أقترح أعد يمتد يطول المفرد وجمعه القرية القرى منشغلة منشغلات المنتجة المنتجات النجاح النجاحات المحافظة المحافظات الجمع ومفرده الأسابيع الأسبوع الأسر الأسرة أوقات وقت مطبوعات مطبوع الكلمة ومضادها ظلت توقفت تحلقنا تفرقنا المنتجة المستهلكة المحلية العالمية سؤال وجواب فيما نجح هؤلاء الشباب في تنشيط حركة البيع في سوق القرية الأسبوعي ما النصيحة التي قدمها الجد سالم لكل شاب السعي في طلب العمل والاشتغال بالمشروعات الصغيرة التي تصبح بفضل الله كبيرة يوما ما ما أساس النجاح في الحياة التخطيط الجيد لكل عمل ماذا اقترح شاكر؟ اقترح شاكر أن يمتد بيع منتجات الأسر المنتجة إلى المعارض التي تقام في المحافظة أو في القرى المجاورة كيف يمكننا الاستفادة من الأعياد وأوقات جني المحاصيل بأن نستغلها في إقامة الأسواق والمعارض هذا وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والعافية